هبدأ معكم بطبق حالياً موجود على السوشيال ميديا وترند على السوشيال ميديا مباراة الكرة النسائية بين انبي والاهلي ليه ببدأ بانبي؟ لان انبي هو المستضيف لمباراته اليوم أمام الاهلي في مسابقة الدوري الخاص بالكرة النسائية والنهاردة يمكن المباراة لم يتم إقامتها بسبب عدم وجود سيارة إسعاف الأمر الذي اضطر إليه حكمة اللقاء الكابتن نورة سامير لإلغاء المباراة وعدم إقامتها بسبب عدم وجود سيارة إسعاف بعد مرور 20 دقيقة تبقى للليحة من موعد انطلاق وبداية اللقاء للوهلة الأولى كده ممكن الناس تتكلم على غياب سيارة الإسعاف وإحنا كنا لسه بنتكلم على وقعة محمد شوقي لعب كفر الشيخ وواقعة أحمد رفعت ممرش عليها أكتر من 6-7 شهور فالأمر ممكن يكون طبي ولكن الأمر ليه تريند على السوشيال ميديا مش فكرة غياب سيارة الإسعاف فكرة إن كمال الأمور متعلقة إن المسابقة السنة دي بتحصل فيها حاجات بعيدة تماما عن فكرة المنافسة الرياضية بمعنى الأهل بلعب مباراة مع فريق وكسبان 9-0 فجأة الفريق انسحب ومكملش المباراة طب انت لما بتسعب على فريق انسحب وخسران 9 اللايحة بتقول إيه يقولك لا يعتبر منسحب فبتخصم منه ثلاث نقاط والمباراة بتعتبر نتيجتها 2-0 أو 3-0 حاجة زي كده يعني طب ميش أوكي هي تفرق مسألة الأهداف كل قال لقاء فالنهاردة الناس بتتكلم في فكرة إن سيارة الإسعاف مش موجودة فممكن المباراة بدل ما كان الأهل يكسب Mb مثلا C-19-11 تبقى لنتاجي اللحنا بنشوفها من أول منطلقة المسابقة لإن في فرق كتيرة يبدو إنها ما استعدتش للنظام ده أو للمسابقة دي وما كانش عندها هستوري جيد جدا في الكرة النسائية عكس الأهل على فكرة اللي بدأ السنة دي بس داخل بقل يعني بقوة وبكل جدية والأهل صرف جاب مدير فن أجنبي بالأمس طبعا شفناه في حواره مع الكابتن أحمد شبير في برنامج حارس الأهل ديمتري لبوف وشفنا صفقات لعبات أجانب وشفنا لعبات على أعلى مستوى في فريق النادي الأهل للقرة النسائية فالأهل بيكسب ماتشاط بالسبعة وبالتمانية وبالتسعة فبالتالي عرفنا أن فرق الأهداف بيفرق في نهاية المسابقة طب لما فرق بتنسحب أو لما فرق ما بتجيش المباراة أو فرق بتيجي ما بتلعبش المباراة ثلاث نقاط يعني خصم ثلاث نقاط واعتباره مثلا إيه منسحبا فبالتالي خصراني 2-0 أو 3-0 فبالتالي لما تجي في نهاية المسم معدل أهدافك أنت كنادي أهلي قدام الفرق المنافسة أكده هيبقى قليل ليه؟ لأن فيه فرق بتيجي قدامك بتنسحب فبدل ما بتتحسب السكور اللي هاي سكور العالي 9 أو 10 بتلاقي نفسك لأ 3 في ماتش أمبي 3 ما عرفش في ماتش مين 2 في ماتش مين فتلاقي الفرق السكور بينك ومن الفرق المنافسة خاصة من فرقة مصار اللي لسه راجع من دور يا ابطال إفريقيا هتلاقي فرق السكور بعيد فيخلي مصار في المركز الأول أو فرقة ممكن انت نفسك في المركز الأول وانت في المركز الثاني الناس تقولي طبما انت لسه عندك مواجهة مباشرة مع الفرقة دي ماشي بس في نقطة غايبة عن المسؤولين عن نظام اللوايح أنا كل ده بتكلم لو عربية الإسعاف مش موجودة أنا برضو الناس لسه عملا لسه بتسأل وبتستفسر عن فكرة العربية موجودة ولا مش موجودة طب هل جت وما دخلتش الملعب ولا ما جتش أصلا دي نقاط أكيد هنسأل فيها النهاردة عشان نعرف تفاصيلها لكن المطش ده بنتكتب أحداثه هي تريند على السوشيال ميديا دلوقتي للناس كلها عايزة تعرف هو حسم الدورة هيكون بفرق الأهداف في حالة التساوي النقاط لأنه ممكن الفريتل اللي بنفسه بعض يتعدله في الدور الأول اللي هو بنفس نظام الدوري بتاع فريق الرجال على فكرة بتلعب دوري من دور واحد بتلعب على كده دوري تصفية فيما بعد فبالتالي افرد الفرقة الفرقة اللي بتتنفس اتعدلت طب بعد التعادل بيقولك ايه بتروح للأهداف